وبكده يبقى احنا عرفنا اخر مفهوم من البرينسبلز اللي موجودة في الاو بي واللي هو الانترفيس وكده احنا اتعلمنا مع بعض تقريبا اغلب او كل الاو بي برينسبلز اللي انت محتاجها عشان تتعلم التكنولوجي اللي هي فلوتر وتقريبا كده انت جاهز تبدأ في الفلوتر كتكنولوجي وتبني تطبيقات للاندرويد وي الاي او اس اشتركوا ان شاء الله في كورسات جاية واتمنى رب تكونوا استفدتوا من كورس الدارت